ازاي بتتدربي انه يعني تقدر انك تستخدمي كل الطبقات تغني لستم وكلسوم وانا شفت انتو برضو متقمسة شخصية ستم وكلسوم على المسرح وحتى بالازياء يعني انت موضوع دراستيك للستايلينج ده يعني اعتقد انه بيساعدك كتير واشوفك بتغني السميرة سعيد والشيرين الموضوع المختلف واعتقد انه استخدام الصوت بالشكل ده لتدريبات خاصة بصي مش ليه تدريبات انت طبعا التدريبات دي يعني فيه وقت كده هي التدريبات ما بتخلصش طول الوقت انت قريدي بتتدربي وطول الوقت انت لازم يكون عندك فرايتي في الاختيارات يعني ماينفعش ابقى كل مرة بيغني ام وكلسوم بشكل معين او ماينفعش ابقى بيغني شيرين او استاذة نجات استاذة وردة يعني لازم يبنس لما بتسمعك تقول دي مثلا شايماء فطبيعي ابقى متغيارة عن اي حد لانه فيه كذا حد مثلا بيغني بيغني الستم وكلسوم والوردة لكن لما نسمع من غير ما نشوف نعرف ازاي ناشايماء نجي ده اللي انا بسميه بصمة خاصة دي حقيقة دي حقيقة فالفكرة جات بالنسبالي ان انا زمان كنت باعد ازاكر كتير وباسمع كتير جدا وباسمع لناس كتير على فكرة قوي لحد الوقتي بتدرب باخد دروس فوكاليس دروس سولفيج ازاكر ازاي عندي حفلة وعندي حلقة مهمة باعد ازاكر كتير باعد احضر بس لازم احط الطابع بتاعي شايماء بصمتي شايماء ازاي شايفها برامج اكتشاف المواهب بتفيد النجم وهو لسه بيبتدي طريقه وبتعرفوا بالناس اعتقد بيبقى ليها فارق جوا كمان بيكون في تعليم احنا بقى عندنا في مصر اللون ده يعني بقى لنا كم موسم بنشوف برنامج الدوم والمواهب العظيمة اللي موجودة فيه طبعا بسي حاجة مهمة جدا 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 وبالعكس انا شايف ان هو حاجة نكحة قوي فكرة ان في برامج بتطلع فجأة مواهب وعلى فكرة المواهب دي تبقى بتتعب دلوقتي انها تلاقي فرصة كويسة فالبرامج بالعكس بتخلي ان الشباب او المواهب دي تبقى موجودة على الساحة فالناس تشوفها تكتشفها تعمل لها غين ويبقوا الريدي موجودين يعني على القل بيطلعوا تقتهم لان احنا اوقات بنحبط فيه ناس حرام بتحبط ما بتلاقيش حد دي ساعدها بتبقى بتنهار فنيا بس بيبقى عندهم حق الدنيا بقت اصعب السوق الغنائي بقى اصعب الانتاج يعني لما يكون عندنا مواهب احنا فيه اصوات بنسمعها داخل البرامج دي الناس بتبقى يعني مزهولة ان احنا عندنا الاصوات دي ولسه خمات صغيرين كمان لما نتبناهم من بدري اعتقدوا لي فريقوا كتير دي حقيقة احنا عندنا اصوات يعني مصر طول عمرها معروفة ان هي فيها مواهب شابة يعني انت تلاقي انا اسفة مش قصدي حاجة بس مثلا بتلاقي النقاش بيغني بتلاقي اللي بيشتغل في العربيات بيغني كل الناس بتغني بجد الحرفيين بيغنوا احنا زمان على فكرة الفلكلور بتاعنا كانت الناس وهي بتشتغل زمان الحطابين وبتاع كانوا بيغنوا فاحنا عندنا اغاني فلكلور هي زمان بتاعة كل الناس بتغنيها فانفاجأة دلوقتي في حد بيكتشف المواهب دي وبيطلعها بيدي لهم فرصة كبيرة جدا ان ان انت عندك ما يفعش تبقي مصر وما فياش محصورة على عدد قليل جدا من المطربين او المطربات لا بالعكس مصر ام الدنيا ومصر ام الفن وبلد الفن وحتظل على فكرة على مدى العصور هي اصل الفن المصري بالذات وفي الغنى يعني فبالعكس دي حاجة تشرف وبرنامج الدوم عمل بالعكس عمل موازنة مش طبيعية في الغنى وفي التمثيل وطبعا في الازاعة لا لا يعني عامل مجهود جبار تلفزيون المصري بقالوا فترة مهتم بانه يطلع المواهب الشابة المصرية ودي حاجة كنا احنا محتاجينها من زمان